اشتركوا في القناة بحيرة وموجه أول محاسبة سابقة مرحبا بكم أبنائي وبناتي طالبت وطالبات الصف الثالث مهنة فن مبيعات ترم أول النهاردة ان شاء الله بالفيديو ده حنشرح فيه مرفقين مرفق رقم خمسة ومرفق رقم ستة على إباع على هداف المقابلة البيعية تمام؟ إباع فن مبيعات الصف الثالث ترم أول حل مرفق خمسة على إباع عنوان الوحدة هداف المقابلة البيعية هنلاحظ في المرفق ده تمام؟ هو مش محتاج لمجهود في الشرح مرفق خمسة ده على قائمة فحص التقرير بتوضح هداف المقابلة البيعية طب هداف المقابلة البيعية دي تستعرضناها فين؟ في اللي هو مرفق رقم أربعة يعني النقاط اللي احنا هنتكلم عليها في مرفق خمسة ده كلها استعرضناها بالشرح والتحليل تفصيلي في مرفق أربعة فهنا بقول لي التاريخ وبنود الفحص وعلامة إيه صح؟ هنا بسه بقول لي هل حددت اسم الشركة؟ يعني اسم الشركة محدد؟ بقول له نعم نعم صح يعني نعم طيب وضحت طبيعة الشركة طبيعة الشركة محددة في التقرير؟ نعم اهو صحيحة موضحة ثلاثة تم تحديد نوع المقابلة البيعية ونوع المواد والمنتجات؟ نعم تم تحديد نوع المقابلة ونوع المواد والمنتجات وسبع أنواع قلناهم في مرفق أربعة أربعة تم تحديد الإسلوب الإلقائي المناسب بصورة صحيحة؟ نعم الأبارة هي نعم أيوة تم تحديد هذا الإسلوب خمسة تم تحديد العرض المناسب للمقابلة البيعية بصورة صحيحة؟ نعم تم ذلك ستة تم عرض مواصفات وسمات وصفات رجل البيع الناجح فيما لا يقل عن سبعة بصورة صحيحة؟ أيوة ده احنا قلنا المواصفات بتاعت رجل البيع حوالي عشرة في مرفق أربعة تمام؟ إيبا نعم آخر حاجة هل تم عرض وسائل الاتصال الحديثة بدقة؟ نعم تم عرض وسائل الاتصال الحديثة بدقة إيبا المرفق ده حل كله بكلمة نعم أو علامة صحة؟ كاتب لكم تم مناقشة وحل جميع هذه النقاط في مرفق رقم أربعة السابق تمام؟ طيب هندخل بقى إن شاء الله دلوقت حالا في مرفق كام؟ مرفق رقم ستة مرفق رقم ستة ما يزلنا مرفق خمسة وستة لفن مبيعات الصف الثالث التجاري ترم أول؟ ماشي في هذا الفيديو على إيه برضو؟ على إيه العنوان الوحدة؟ اللي هو أهداف المقابلة البيعية؟ تمام؟ طيب إيه شو بقى؟ أو الإعداد للمقابلات البيعية؟ الإعداد للمقابلات البيعية؟ مرفق ستة؟ تمام؟ دليل تساؤل يوضح قدرة الطالب على تحديد ميعاد منقشة المقابلة البيعية؟ السؤال الأول أكمل واحد لكي يمكن تحديد موعد منقشة المقابلة ده حتى الآن أنا عن درسة منقشة المقابلة البيعية؟ لكي يمكن تحديد موعد منقشة المقابلة البيعية؟ يجب عليك أن تعرف إيه؟ مهارات المقابلات البيعية والتي تشمل مرحلة ما قبل وأثناء وما بعد المناقشة ما قبل وأثناء وما بعد المناقشة اثنين الحضور في الوقت المناسب بيشمل مرحلة أثناء المقابلة من الثلاثة اللي احنا قلناه يتم تحديد موعد لمناقشة ما تم الوصول إليه في مرحلة ما بعد المقابلة أربعة مرحلة ما قبل المقابلة تشمل التعرف على مكان المقابلة ده كان أكمل السؤال الثاني بقول لي ده علامة صحة وعلامة خطأ طيب واحد الحصول على معلومات عن الشركة من ضمن مرحلة أو متضمنا مرحلة ما بعد المقابلة البيعية معلومات عن الشركة في مرحلة ما بعد المقابلة لا طبعا ما قبل المقابلة يعني عبارة خطأ الحضور بالملابس المناسبة ضمن مرحلة ما قبل المناقشة العبارة خطأ ده مرحلة أثناء المقابلة تلاتة تحديد موعد منقشة المقابلة مرحلة أثناء المقابلة خطأ أربعة لا يوجد أي مهارات للمقابلة البيعية العبارة خاطئة نجي السؤال الثالث والأخير بقول لي اختاري الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس واحد معرفة إجابات الأسئلة مرحلة ما قبله ولا ما بعد المقابلة بقوله ما قبل المقابلة اثنين تحديد موعد المناقشة مرحلة ما قبله ولا ما بعد المقابلة ما بعد المقابلة ثلاثة الإجابة على الأسئلة مرحلة أثناء أثناء المقابلة أثناء المقابلة أربعة والأخيرة التعرف على الشخص الذي سيقابلك مرحلة ما قبل ما بعد المقابلة ما قبل المقابلة بكده يبقى نقشنا وحلينا مرفق رقم 5 ومرفق رقم 6 في الفيديو لمهنة فني مبيعات للصف الثالث التجاري ترم أول كان معكم الأستاذ حصل حصل برمو كبير معلمين مواد تجارية بمدرسة ديتكو التجارية محافظة البحيرة وموجه أول محاسبة سابقة نترككم في معية الله وأمنوا